رقمي تيفي 7.39 سنتيمتر بدلاً من 7.61 سنتيمتر بالرغم من أن النوت 7 أسمك من النوت 5 بـ 3 من 10 ملي متر إلا أن وزنه أقل بجرامين أي أن سمك النوت 7 يبلغ 7.9 ملي متر وزنه 169 جرام ألوان النوت 7 جاءت مشابهة لنوت 5 وهي الأسود والذهبي والفضي لكن تم إضافة اللون الأزرق للنوت 7 ثانياً نوع زجاج الحماية استخدمت سامسونج في النوت 7 زجاج حماية من نوع غوريلا غلاس 5 الأحدث والأقوى من غوريلا غلاس 4 المستخدم في النوت 5 مما يعني أن الشاشة وخلفية الهاتف أصبحت أصلبة من النوت 5 ثالثاً ميزة مقاومات الماء والغبار الميزة التي لطالما انتظرها عشاق النوت منذ إصدار الجالاكسي S5 والتي انتظروا تواجدها بالنوت 4 والنوت 5 لكنها لم تصلهما الآن أصبح النوت 7 مقاوماً للماء والأتربة حتى عمق متر ونصف الاختلاف الرابع كان في العتاد الداخلي للهاتف في كل عام تضيف سامسونج أعلى عتاد لديها في هواتف النوت وهذه السنة لم تكن استثناءاً فالنوت 7 يأتي بمعالج XNOS 8890 أو معالج سناب دراجون 820 اللذين يعدان أقوى وأحدث من معالج XNOS 7420 الموجود في النوت 5 الفرق الآخر بالعتاد جاء بساعات التخزين الداخلية فالنوت 7 يأتي بساعة تخزين داخلية واحدة هي 64 جيجا بايت أما النوت 5 فيأتي بساعات تبدأ من 32 وتنتهي ب 128 جيجا بايت ولكن النوت 7 يدعم الذاكرة الخارجية حتى ساعة 256 جيجا بايت وهو ما لم يتوفر بالنوت 5 خامساً الكاميرات تميز النوت 5 بكاميرا قوية دقتها 16 ميجا بيكسل العام الماضي وهذا العام جاء النوت 7 بكاميرا 12 ميجا بيكسل مشابهة لكاميرا الـ S7 ونعم رقم البيكسل أقل من كاميرا النوت 5 لكن ليست الدقة وحدها من تحدد الجودة فالنوت 7 يأتي بكاميرا فتحة عدسة أوسع 1.7 بدلاً من 1.9 وحجم بيكسل أكبر بـ 1.4 مايكرو متر بدلاً من 1.12 مايكرو متر للمساعدة على التصوير في الإضاءة المنخفضة مع إضافة تقنية ديوال بيكسل الخاصة بكاميرات DSLR لجعل سرعة التركيز عالية جداً الفرق بين الكاميرات الأمامية هو فتحة العدسة لصالح النوت 7 الذي يأتي بفتحة عدسة F1.7 لامتصاص إضاءة أكبر من الكاميرا الأمامية لنوت 5 الاختلاف السادس النظام يأتي نوت 7 بتثبيت مسبق لنظام أندرويد مشميلو لكن النوت 5 يأتي بنظام أندرويد لوليبوب ويمكن تحديثه إلى أندرويد مشميلو والاختلاف بين كل من النوت 7 والنوت 5 هو بالواجهة حيث يأتي النوت 7 بأحدث إصدار من واجهة سامسونج التي تأتي مع عدة مميزات منها Blue Light Filter لتخفيف توهج اللون الأزرق على العين وميزة Always in Display لعرض الوقت والإشعارات دون تشغيل أو لمس الهاتف والخدمة السحابية Samsung Cloud وغيرها من المزايا الاختلاف السابع منفذ USB-C أخيرا وبعد طول انتظار أضفت سامسونج منفذ USB-C نسخة 3.1 إلى النوت 7 والذي توقعنا إضافته للنوت 5 العام الماضي المنفذ الجديد سيسمح للمستخدم إدخال سلك الشاحن دون القلق من الجهة التي يتم إدخالها وليس هذا فقط بل سيزيد المنفذ الجديد من سرعة نقل البيانات بين الهاتف والحسوم الاختلاف الثامن حجم البطارية علق الكثير من عشاق النوت العام الماضي على بطارية نوت 5 بأنها أقل حجم من بطارية نوت 4 مع أنها جلبت أداء مشابه لها لكن هذه السنة سامسونج عدلت هذا الأمر وأضفت بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير أي أكبر من بطارية النوت 5 بـ 500 ميلي أمبير ليس هذا فقط بل هناك ميزة لتقليل دقة الشاشة من أجل توفير البطارية الاختلاف التاسع والمميز الميزة الفريدة التي لن تجدها في معظم الهواتف وليس النوت 5 فقط هي ميزة فتح قفل الشاشة عبر ماسح قزحية العين وهي سريعة ودقيقة حسب ما قالت سامسونج بل ويمكن الدفع إلكترونيا عبر هذه الميزة الاختلاف العاشر القلم S-PIN قلم النوت 7 تم تحديثه فرأس القلم أصبح أنحف من قلم النوت 5 كما تم مضاعفة حساسيته للكتابة مقارنة بقلم النوت 5 حتى أن القلم يمكن استخدامه للكتابة تحت الماء وأيضا هناك ميزة استخدام القلم للتكبير وميزة ترجمة الكلمات المحددة من خلال القلم وأخيرا ميزة غلانس لتصغير تطبيق معين وعرضه عند التأشير عليه بالقلم أيضا ميزة التحديد الذكي والتي تسمح لك بتحديد فيديو وتسجيل 15 ثانية منه وجعله صورة بصيغة جيف الاختلاف الحادي عشر وميزات الشاشة المنحنية الانحناء الموجود في شاشة النوت 7 ليس جميلا فقط لدى الكثيرين بل مفيدا للبعض حيث أضافت سامسونج بعض الخصائص لحواف الشاشة مثل خاصية بيبول إدج التي تظهر الأشخاص المفضلين عند سحب جانب الشاشة المنحنية وخاصية أبس إدج التي تظهر التطبيقات المفضلة لديك وغيرها الاختلاف الثاني عشر والأخير سعر الهاتف يأتي نوت 7 بسعر مرتفع نسبيا فيبدأ بسعر ثمانمائة وخمسين دولارا لنسخة أربعة وستين جيجا بايت في حين أصبح سعر الجالكسي نوت 5 خمسمائة دولار لنسخة ثنين وثلاثين جيجا بايت وستمائة دولار لنسخة أربعة وستين جيجا بايت هذه كانت الاختلافات بين الجالكسي نوت 5 والجالكسي نوت 7 ما رأيك بها؟ وهل هي كافية لإقناعكم بشراء النوت 7؟ شاركونا رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا ضغط إعجاب لايك إن أعجبتكم الحلقة وشاركوها مع أصدقائكم فهذا يفيدنا كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر